السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة بعد التحديث الجديد وضافة دوريات في اللعبة ده حين باشرح لكم كيف طبعا التحديث جابوا نظام البتل باس زي باقي الألعاب زي كود زي فورتنايت زي باب جي في باتل باس في اللعبة البتل باس كيف تروح له تروح له عن طريق الموتور باس هنا موجود طبعا انا شايفين رقم 22 الي هو تياري 22 في البتل باس نخش على الموتور باس طبعا هذا هو البتل باس البتل باس عشان تفاعله يانك تفاعله من لفل واحد يانك تفاعله من لفل عشرة اتوقع اوكي اذا كانت بتلفل من لفل واحد تدفع ثمانين الف سي سي اللي هي الفلوسة الزرقة والعملة اللي داخل اللعبة اذا كان من لفل عشرة انا ما نتأكد من لفل بس نفرض انه عشرة تدفع مية وخمسين الف سي سي اوكي اتوقع خمسطعش مو مو توقع لفل خمسطعش يدفع مية وخمسين الف سي سي اوكي اي اي وي اي اي رفل خمسطعش مية وخمسين الف سي سي اللي هي عملة اللي داخل اللعبة طيب. البتل باس تكون من خمسين ولا خمسة خمسين خمسين تايار. اوكي. نخش هنا عندكم كيف تبتمشي تايارات. مثلا انت تايارك رقم واحد تبتروح تايار رقم اثنين كيف? يا مازتر. طيب في عندك هنا تحديات يومية. تحديات يومية بشكل يومي طبعا التحديات مدتها عندك في تحديات عندك مدتها عشر ساعات. اللي هي كل يوم. في تحديات ما تتغير اللي هي زي هادي ما تنتهي الى على نهاية السيزون. طيب. اه مثلا. هذي طبعا انا خلصتها قبل شوية فما بيطلع لي. مثلا زي كذا. يقول لي التحدي اني اقضي على خارجين القانون اللي هي السباقات اني يلعب بدورية. واصدم هذول خارجين على القانون. وخلاص ونتهي السباق وفست بمهمة. طبعا المهمة هذي لو خلصتها ايش يعطيني? يعطيني عشرين كوينز. اللي هو شايفينه كوينز عشرين كوينز. طيب شوفوا الليفل الحقي. الاسار. مكتوب اتنين وعشرين وفي دواير فاضية صح? لما نخلص السباق يعطيني عشرين. الدواير الفاضي هذي كم دائرة فيها? نعد. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة. طيب. هذا عشر كوينز. اتوقع انه كل ليفل يعطوني عشر عشر كوينز عشان يمشيني عن الليفل اللي بعده. عرفت عشرة يعني دواير ويدخيني عن الليفل اللي بعده. يعني لو خلصت بس المهمة هذي حيمشيني ليفلين. فهمت قصدي اما ما فهمت قصدي? طيب. ويعطوني الجائزة حق مستوى رقم اثنين وعشرين. تبت ثبتها ثبتها زي كده. عشان تكون مهمة ترا جدا سهلة. يعني هنا يقول لك فخ السرعة. فخ السرعة ايش هو? ايش اللي هو الرادار. ألعب الرادار طبعا نعطي ثلاثة مرات الرادار اللي طلبين مني ان نفوز في ثلاثة مرة. مرة سهلة. هنا يقول لي اني يلعب مرة واحدة الرالي كروس. طبعا انت ما تلعبوا على السهل تلعبوا على الصعب تلعبوا على الخارق هذا شي رجالك عادي. ألعب السهل. هريرتوا تلعب الصعب عادي. امشي تفوز في السباق ما حددوا الصعوبة همه. هنا انك تلعب سباق الاريس اللي هو الطيارات. هنا البحار انك تلعب سباق حق سفن. آآ سواء تلعب تكون على الفريستايل. او تلعب على الفريستايل يعني قصدي انك حر بدون مهمة. قريبت انك تتمشى بس في الماب. بالسفينة. او انك تبتخش سباق عادي كله محسوب طبعا طلعي عشرين كيلو وخلصته. هنا اللي هو اللي هو البوت الصغير اللي يجي مكين توار عارفينه. صغير مرة. طلبوا مني ان افوز مرة واحدة وامس كان في سباق برضو نفس الشي. واليوم كذلك سباق. وهنا فوز فوز في اي فعالية من فعاليات التشيس اللي هي حقت الشرطة. بقي لي مهمتين هدي مو مشكلة بتطول معايا اربع وخمسين يوم. بقي لي المية وخمسين شي بسيط. وهدي انك تفوز في فعالية التشيس. اه باقل من خمس ثواني من تبقي. يعني اخر خمس ثواني متبقية لازم افوز في السباق. حادي انت وحظك اتوقع هذه. طبعا السباقات هذه حلاتها. عشان تضمن الفوز كمان على الخارق. لازم يكون واحدة لقل معاك او اثنين معاك يساعدونك. في شي تاني يتبوني اشرحه كمان. اه اتمنى منكم اللي ما اشترك يشترك. اه عندك اشيات بتستفسر عنها. اه اكتب ليها في التعليقات. وبس. طبعا هذي فعاليات الاتشيس هنا. اللي هي هذه السباقات. شوف لسه في اشياء باقي ما فتحها يقولوا قريبا. ممات جدا سهلة. التحديث جدا جميل. في اشياء مرة حلوة اضافوها. اه وبس هذا كان كله في المقطع. نشوفكم اخر. سلام. اشتركوا في القناة